السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابطال الجامعة وفيديو بديه. انا اتكلم النهاردة عن حضور المحاضرات في الجامعة. اه والموضوع كله هيتبقى تجربة شخصية زي ما قلت في الاول. فممكن الناس تختلف معي. ممكن الناس تتفق معي. اه وهوضح لكم الاختلافات كلها على مدار الفيديو. في اه اه يمكن حد يستفيد بحاجة الله هو اعلم. في يلا نبدأ. هحاول على قد موضوع ان انا اخذ الفيديو شامل للموضوع بشكل عام. مش مخصوص لكلية الطب او للكليات الطبية عموما. ف اه ربنا يسهل كده. اه حضور المحاضرات مهمة والمحاضرات نفسها في حد ذاتها مهمة. ليه? اه المحاضرات هتحدد لك حاجات كتير تذكرها ازاي? اه هتعرفك ايه الحاجات المهمة? ممكن سؤال واحد الدكتور يقوله في المحاضرة ييجي في الامتحان وميباش اي حد عارفه غيرك او اللي حدروا المحاضرات او اللي سمعوا وهنتكلم عن نقطة الريكورد ده دي بعدين يعني. ممكن يبقى في جزئية كبيرة جدا مسلا في كتاب عشرين تلاتين ورقة الدكتور يكون محدد حاجات معينة هو عاوزها بس تذكروها. فالمحاضرات مهمة جدا يا جمعان. بصوا خلينا نتكلم بصراحة هو فاغلب جامعات مصر حضور المحاضرات في الاغلب اه تضيع وقت او ده على حسب الكلام من الناس الاكبر منك اللي هيقولك مثلا فاكس افكس محاضرات الدكاترة ما بيشرحوش. الموضوع ده خطير جدا ومشهور جدا ان الاغلب اصلا دكاترة في مصر تقريبا ما بيعفوش يشرحو. بس هل لو الدكتور اللي انا رايح له ده ما انا ما بفهمش منه حاجة. هل ما احضرهوش هل كده انا يعني شبه جدا وفولة جدا. مابداين بس انا اصلا محاضراتي في الجامعة كانتش ما كانش عليها غياب خالص. احضر ما احضرش اللي انا عاوزه يعني ان وضعه كان حاجة اسمها سيلف ليرنينج يعني. فدي حاجة حبي بوضع. انا بقى كان عندي قناعة حتى في المحاضرات او الدكاترة ان انا بفهمش منهم ان انا ممكن ماشي اطلع بخمسة في المية. واقول لكم الخمسة في المية دي ممكن ازودها ازاي الخمسين في المية كمان والله العزيب في المحاضرة. ممكن استفيد بخمسة في المية بس واعرف مسلا دكتور حدد ايه اعرف هو محتاج مني ايه اعرف سؤال قاله ببق وكده في المحاضرة ومش لازم افهم منه حاجة وارجع انا البيت بقى انا بقى ازبط نفسي افهم انا اشوف فيديوهاتي اشوف يوتيوب اعمل كل حاجة. بس انا كان عندي قناعة ان انا مش مش لازم اعود اتزل مسلا الواحد من دي من زمان اعرفك انا اعمل مدارس من المدارس العامة مش لازم اعود اتزل الواحد صاحبي مسلا اقعد اقول له اخدته ايه النهاردة وقول لي بالضبط وقول لي الاسئلة وبعتلي اللي انت كتبته مش عادي انا ممكن اروح اضيع ساعتين في محاضرة بس ما اعملش كده. ما تزلش الواحد واقول له اكتب لي واعمل لي وبتاع وحيس ان انا تقيل على الشخص ده. فحتى اه كان في محاضرات فيها تضيع وقت. بس اه عرفت استفيد منها باقصى قدر ممكن. في حاجات بقى اللي هي الاوفر خالص يعني انا مسلا عرفت ان الدكتور ده هو اصلا من اول محاضرة لي مسلا انا وضيكاتر عندنا بتشرح لنا بلوك كامل كده زي راوند يعني حاجة كاملة كده من مدة شهر مسلا. فانا عرفت من اول محاضرة للدكتور ده اصلا ضايع مسلا ولا حتى بقول لنا اسئلة ولا بيعمل لنا اي حاجة حاب بيقرأ الاسليدات مسلا. فخلاص مسلا ممكن باقي الشهر انا ما مكملش معايا للمحاضرات اصلا. يعني الحمدلله في كلها في ثلاث سنين تقريبا حضرت محاضرات بنسبة تمانين في المية تسعين في المية من المحاضرات. في محاضرات اكيد ما حضرتهاش يعني. اللي بعرف انها خالص واقعة خالص. الموضوع ده موجود وهيطلع لك مسلا واحد من ضفع اكبر منك مش عارف ايه هيقول لك ان عادي يا عادي يا حبيبي ممكن ما تحضرش وتجيب تقديرات وتعمل كل حاجة. عادي. بس الفكرة ان هو كده كده بيبقى متابع. انما انما انا ما نام في البيت انا كده بقول خلاص لدماغي ان انا ان انا شبح وانا مش محتاج حاجة من الكلية ولا من الدكتة لا ما فيش كده. اه هم اه بيناموا في البيت وبيعمل كل حاجة بس بيذكروا المحاضرات وبيبقوا عارفين ايه المهم وليهم مسلا اصحاب قاعدين في المحاضرة كل حاجة دي موجودة. هو مسلا شخص اصلا مزبط داتا معاه محاضرات قديمة معه ريكوردات بصحابه بيبعتوله ريكوردات كل حاجات دي وردة عادي وهو مش فكرة انهم ما بيحضرش فهو كده خلاص ضايع لا مش شرط خالص ممكن يبقى بيذكر اصلا اكتر منك عادي. اهم حاجة عشان بتزود استعابك وفهمك وكل حاجة في المحاضرة هي ان انت تحضر قبل ما تروح المحاضرة. تقول لي والموظمك يكون بعيد شوية عشان دراسة مدخلتش بس اه حضرتك انا ما بخلص محاضراتي بالعافية الوقت ما بيكفيش مش عاقف ايه. اه بص اتشقلب واعمل اي حاجة عشان تحضر المحاضرة اقرأ اقرأ ده مثلا من كتاب اقرأ المقدمة بتاعته اسمع له اصغر فيديو على اليوتيوب يعني بص اعمل اي حاجة عشان اسمع له قديم اعمل اي حاجة عشان تبقى داخل معاك حاجة قبل ما تسمع كلام ما يبقاش الموضوع بالنسبة لك اول مرة يبقى تاني دي تاني مرة ليك ترجع البيت تاني بقى انت هتزاكد تبقى تالت مرة فالموضوع واحدة وراءة تاني وراءة تالت هتلاقي نفسك اه انت انت سابق الناس وفاهم حاجات كتير عن الناس واستعبك زاد في المحاضرات برضو في نفس الوقت ما بقولش ان انا شبح وكنت بحضر كل المحاضرات وبفهم كل حاجة عادي والله كان في محاضرات بدخلها بباش فهم ولا كلمة حرفيا وبقعد زي البنج اللي انا قاعد عليه اه ممكن اكون كمان محضرها عادي بس اه موضوع عادي بيفكس ساعات بيحصل ساعات بس انا بقول لكم على الحاجة اللي انا كنت استفدت منها يعني حضرت مرة محاضرة لأ يعني لقيت موضوع مختلف كانت مسلا اكتر محاضرات بحب حضر فيها كانت مادة اسمها الهيستولوجي عندنا او الانسجة او كده لانها كلها تقريبا رسومات ويقعد يقول لك شكل السلاء محطوطها فين والتانية محطوط عليها كده وحاكات اصلا معنا شقائت اقتين لازمة بس اه في الايام او المحاضرات اللي حضرت فيها اللي هو انا عدت ليفل كبير او اللي هو لصحابي مثلا لسه بيتخيلوا شكل الحاجة دي ازاي انا اصلا على فكرة متخيلها وماشي مع الدكتورة بس اللي هو ايه بقى اه ماشي ماشي وعمل اقول لها كده ازاي الفلو بتاع وهما يعني صحابي بقى صحابي مثلا اللي محضروش لسه بيتخيلوا شكل الحاجة مفيش مشكلة على فكرة وليها مميزات على فكرة ان انت مسلا لو المحاضرات اتأخرت لو انت بتذاكر من باوربوينت لو جامعة او كلية بتذاكر من باوربوينت وباوربوينت ده اتأخر مسلا اسبوعين ثلاثة فاته مش هتذاكر غير لما البعد الاسبوعين ثلاثة ومش هتسمع ريكوردر بعد اسبوعين ثلاثة فمتلا مش هتكون ضيعت وقت كمان في المحاضر بس لها عيوب كتير جدا الموضوع ده ايه العيوب بقى ان انا في الاغلب وقت المحاضرات اللي هو بيبقى مسلا من تسعة الاتناشر واحدة مش عارف ايه الوقت ده اصلا لو ما نزلتوش من البيت هفضل نايم فيه من الاخر هفضل نايم فيه فليه اللي تمانا كده كده ضيعت اربع ساعات نوم انا كده نايم اصلا كفاية وضيعت كمان اربع ساعات نوم تمانا هنزله ايه المشكلة انزل انزل ايه هستفيد بايه كلمة عيب تاني ان انت هتقعد بقى حد يقعد يقوله هيبعتلي ريكوردرات ممكن بعد فترة يقولك لا يا عم انت وانا ليه هتعبلك اصلا حاجات كتير ممكن بتحصل يعني في الموضوع ده ريكوردات مش واضحة بحد دكتور سرح عالصبورة كل الموضوع ده وارد فما تحطش نفسك في ريسك ده ممكن تجربوا شوية ممكن لو عندك ظروف شوية ماشي جربوا بس ما تحطش نفسك في ريسك ده على طول يعني موهبتك مش كفاية مفيش حد فينا تولد من غير موهبة اللي حيفرقك عن غيرك مهرتك في استخدام الموهبة دي موسيقى